الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصعد الله عوقاتكم بكل خير إحنا اليوم موضوعنا نحكي عن الميزان التجاري الميزان التجاري الميزان التجاري اللي هو Trade Balance أو Balance of Trade أو Commercial Balance أو Commercial Balance إذن Trade Balance الميزان التجاري أو Commercial Balance أو Balance of Trade اللي هو الميزان التجاري شو المقصود في الميزان التجاري الميزان التجاري موضوع مهم في International Business في الأعمال الدولية خاصة إذا إحنا لأننا بنتذكر موضوع لما حكينا على International Business Activities كان من أهمها Importing and Exporting اللي هو الاستيراد والتصدير إذن الميزان التجاري هو بعطينا الفرق ما بين الصادرات والواردات الفرق ما بين الصادرات اللي هي export والواردات اللي هي الimport الفرق ما بين الصادرات والواردات export والimport طبعا لما بيكون أنا عندي الصادرات في البلد أكثر يعني تصديري للخارج أنا بصدر للدول الأخرى أكثر يعني قيمة ما أقوم بتصديره من سلع وخدمات أكبر من قيمة ما أقوم باستيراده من سلع وخدمات بصير في عندي شيء اسمه surplus surplus شو يعني surplus يعني فائض في الميزان التجاري بالتالي لما بصير عندي فائض في الميزان التجاري إذا된 أنو عندي أكبر علي الميزان التجاري بعد ذلك إذا أنا عندي export وفي عندي import عندما بكون الاكسبورت أكبر من naho الميزان Tucson بالتالي بصير في عندي شو سنعني فائضة في الميزان التجاري سنعني فائضة في الميزان التجاري فائضة في الميزان التجاري فائضة في الميزان التجاري معناته ما الاحتياط النقدية يزيد بزيد وهذا منذ acronym يدعم الاقتصاد وبقوة الاقتصاد لما تكون أنا قيمتها أكبر من قيمة وارداتي في فائد في الميزان التجاري بنسميه سير بلس بسير بلس طبعا عكس هذا الكلام لما بكون أنا عندي الصادرات أقل من الواردات yeah less than Imbort بكون أنا شو في عندي بيكون في عندي عجز شو بكون في عندي عجز في القزار. هاء الحالة اللي موجودة عنا هنا曾经 قدامنا مستودولي تلك عجز في الميزان التجاري دكتني. يعني بأثر على اشياء كثيرة جدا وكأني من اهم الاشياء اللي بأثر عليها شو يا جماعة اللي هي التوظيف والبطالة فلما بكون عندي زي في هاي الحالي الاكسبورت اقل من الامبورت فكأني انا صح اني هان انا بستورد اكثر من ما بصدر وبالتالي كأني انا بكون بتصدير ايش العمالة من عندي نسب لعمالة يعني ايش انا الوظائف اسف واني بكون بتصدير ايش الوظائف لان البلد اللي بتصدر اكثر من ما بتستورد بالتالي بيصير عندها امبليومنت اكثر وتوظيف اكبر وتشغيل اكثر البلد اللي بتستورد اكثر من ما بتصدر بكل عندها ايش نسب التوظيف و العمالة وبزيد عندها هذا مؤشر من المؤشرات الأساسية للاقتصاد الميزان التجاري هذا من أهم المؤشرات الميزان التجاري إذا عرفنا ما عن الميزان التجاري هو الفرق ما بين قيمة القيمة تصدرها وما بين استيراد ممكن أن يكون لدينا حالتين اما فائض او عجز هذا نرى الوضع هنا في فلسطين الوضع في فلسطين هذه هي إجمالة قيمة الصادرات والواردات وصافي الميزان وحجم التبادل التجاري إذن هذه هي عندي صافي التبادل صافي الميزان وحجم التبادل التجاري لدينا أول بند ما نحكي عن إيش عن الإحصائيات خلينا نشوف إيش الإحصائيات تفرجوا معي لدينا الواردات مثلا عندنا احنا هون الواردات اللي هي الإمبورت هذا الرقم بشو الرقم بالألاف يعني 6 مليار و 613 مليون و 454 دولار مليار مليار و 103 مليون و 8 دولار مليار و 103 مليون و 8 دولار و 8 دولار إذن هذه الأرقام كلها إيش بالدولار وبدالألاف إذن وارداتنا أكبر كثير من صادراتنا تعالوا نشوف الفرق بينهم صافي الميزان التجاري اللي هو إحنا من أن نطرح أيش الصادرات ناقص شو الواردات الصادرات ناقص أيش الصادرات نطرحها من شو يا جماعة نطرحها من أيش من الواردات الصادرات نطرحها من الواردات بعطين النتيجة انه في عنا عجز في الميزان التجاري هاي شايفين ماينس بقيمة 5 مليار و 509 مليون و 646 ألف دولار 5 مليار 509 مليون و 646 ألف دولار اذا احنا في عنا عجز كبير في الميزان التجاري وكأنه وارداتنا 6 أضعاف صادراتنا وارداتنا 6 أضعاف صادراتنا وهذا طبعا مؤشر سلبي جدا ومؤشر على ضعف الاقتصاد الفلسطيني مؤشر على ضعف الاقتصاد الفلسطيني اذا احنا عنا في عجز في الميزان التجاري بقيمة 5.5 مليار دولار 5.5 مليار دولار طبعا احنا بنانتبه هون لسه كمان اشي ثاني اشي مهم يعني انت لما بتحكي على الصادرات والواردات هون لما بتقول على الصادرات بسأل حالي سؤال أنا شو بصدر أنا شو بصدر انت بتصدر مواد خام يعني مواد اولية يعني ولا بتصدر مواد نصف مصنعة ولا مواد تامة الصنوع مواد تامة الصنوع طبعا اسوأ ايش ان يكون صادراتك تركيبتها من ايش من المواد الاولية من المواد الاولية مش المواد المصنعة مش المواد ايش المصنعة فبنطلع على ايش على التركيبة اذا احنا هون شوفنا قديش العجز في الميزان التجاري هذا طبعا احنا هون نحكي على الميزان التجاري العام ما بحكي عن الميزان التجاري فلسطين مع الأردن فلسطين مع الكيان الصهيوني فلسطين مع الصين فلسطين مع تركيا لا أنا بحكي على الميزان التجاري بشكل عام بشكل عام نحن تعرف إنه من أهم المراكز أعمال الدول اللي إحنا بنشتغل معها اللي هي أول إشي الكيان الصهيوني للأسف هو في عنا كمان الاتحاد الأوروبي في عنا تركيا في عنا الصين الأردن وغيرها من إيش من هاي الدول إذن هاي هنا عرفنا في الميزان التجاري في الميزان التجاري. تعالوا نشوف هنا. هاي في اي سنة هون عندي. هاي الاحصائية بتعطينا عن شو يا جماعة. ايش? سنة 2021. سنة 2021. اي شهر شهر كانوا ثاني. هاي ايضا احصائية حديثة. لا شهر طبعا هاي شهرية مش سنوية هناك. احنا كنا نحكي سنوي. هون شهري. وكل يشوف. في عندي سنتين مقارنة. سنة سنة 2020. هايها. وسنة 2021. اذا سنة 2020. وسنة 2021. تمام. انا بدي اقارن. صادراتي في 2020 كديش كانت? اه الصادرات هاي شايفين هون انتبهوا معي. القيمة بالمليون دولار. كديش صادراتي? اه اربعة وثمانين. اه اربعة وثمانين مليون ثمانمائة الف دولار. الصادرات في 2021 مية واحد مليون ثمانمائة الف معنات الصادراتي زادت. تتحسنت. الصادرات في 2021 احسن في شهر واحد. شهر كانون ثاني. شهر كانون ثاني من 2021 الصادرات في احسن من الصادرات في 2020. طبعا في 2020. تعرفوا وبدأ تشلنا الكورونا. تعالوا شوفوا الواردات. تعالوا نشوف هايش الواردات. الواردات في 2020 أربعمية وثلاثة وسبعين مليون تسعمية ألف طب الواردات في 2021 هون 491 مليون وتسعمية ألف أيها إذن الواردات في 2021 أكبر من الواردات في 2020 أكبر من الواردات في 2020 تمام معناه تشوفوا أنا في عندي الصادرات في 2020 اتحسنت والواردات في 2021 أكبر من 2020 والواردات في 2021 اكبر من 2020. طيب بالتالي احنا اصافي الميزان التجاري اصافي الميزان التجاري له الكميرشال بلانس او التريد بلانس احنا في 2020 عجز في شهر واحد شهر كانون الثاني قديش ثلاثمية تسعة وثمانين مليون ومئة الف دولار ايو في سوف يكون في 2021 حصلت اكثر ثلاثمية وتسعين مليون شو فکا غريبوا ثلاثمية وتسع وثمانين مليون ومئة الف صار ثلاثمية وتسعين مليون ومائة الف دولار اذا صح انا اتحسنت الصادرات والواردات في 2021 ولكن العجز ما له العجز في الميزان التجاري زاد العجز في الميزان التجاري ايش زاد وان بدي اقول لي في 2021 في ها شوية حركة شوية تعافي في الاقتصاد احسن 2020 في شهر واحد نحن نحكي عن شهر كانون الثاني طبعا هاي الأرقام هل هي أرقام دقيقة وحقيقية هذا سؤال مهم يعني السؤال لو سألت حالي اللي بيروحوا عن الجسر اللي واحد جاي من تركيا مثلا ومشتري شنتين محبي فيه أغراض بجوز حقين أربع خمس تلاف دولار أو سبع تلاف دولار هذول هل بيسجلوهم انه هذول من الواردات بتسجلوش وكم واحد هذول اللي بيجيبوا في الشنتات وبسافروا وبيجيبوا معهم هذا كله ماله بتسجلش ايش تاني اللي بيستوردوا هذول الاستيراد هل الفواتير هاي بتيجي بالأسعار الحقيقية يعني واحد استورد من الصين وبدو يدفع جمارك صح ولا لا وبدو يدفع ضريبة الآن كل ما زادت قيمة الشحنة كل ما زادت الجمرك اللي بديو يدفعه مثلا طيب هل أنا متأكد انه هاي الفاتورة فيها الأسعار الحقيقية للمنتجات ولا بحط أسعار أقل عشان يدفع للحكومة أقل فبالتالي بتصير هاي الأرقام مشوهة طبعا الدراسات بتقول انه الدول تبعتنا في أغلبها بياناتها الاقتصادية مش حقيقية مش حقيقية فيها كثير من المشاكل ولكن بشكل عام احنا شفنا هون الميزان التجاري لشهر كانون الثاني في 2021 وشفنا انه في عجز عنا 390 مليون هذا في شهر واحد ضربين في 12 ضربين في 12 كل مثلا انت 400 مليون 400 مليون ضرب 12 يعني بيصير عندك 4 مليار تقريبا حوالي 5 مليار عجز اللي هو زي ما حكينا عنه إيش إحنا قبل شوي زي ما حكينا قبل شوي إذن هذا ملغى يعني أعطينا إيش نظرة سريعة على إيش على الميزان التجاري نظرة سريعة على شو على الميزان التجاري تباوا معي هون في هاي آخر شريحة اي شو بتعطينا هاي الشريحة اي شريحة بتوجينا التجارة الخارجية اه اه والقديش الصادرات والواردات والعجز في الميزان التجاري معطينا من الفترة من سنة 1995 زي ما احنا شايفين لحد سنة 2013 لحد سنة إيش 2013 شوفوا هذا اللي في الأزرق هذا المنحنى هذا المنحنى اللي هو منحنى إيش الواردات للأسف طالع فوق وهذا اللي في البرتقالي اللي هو منحنى إيش الصادرات طبعا كله بديكون فوق الصفر هاي دا هاي نقطة شوه الصفر وصفر طبعا نلاحظ ان المنحنى اللي هو هذا البنفسجي ها هذا المنحنى اللي هو منحنى شو اسمه الصادرات اللي هو الإكسبورت وهذا اللي في أزرق اللي هو منحنى الواردات اللي هو الإمبورت لاحظ انه دايما وين الإمبورت وين الإكسبورت وين الواردات وين الصادرات وين وين زي ما احنا شايفين ها طبعا القيم هون ايش بالمليون دولار القيم بالمليون دولار هذا اللي في الأصفر هون اللي هو ايش التريند بالانس شو يعني التريند بالانس اللي هو الميزان التجاري دايما في المينس تحت الصفر وشو يعني تحت الصفر معناته احنا دايما في عنا عجز في الميزان التجاري لانه هاي زي ما احنا شايفين هون دايما المالها الواردات اكبر من الصدرات وهي المشكلة لماله كل ماله هاي شو بزيد وبينزل معناته الاتجاه العام للتريند تاع الميزان التجاري تابعنا انه كل ماله ما كل ماله شو بيصير فيه بنزل وبزيد بنزل وبزيد طيب هاي طبعا هذا مؤشر سلبي هذا اللي احنا بنحكي عنه كيف ممكن تعديل هذا الميزان التجاري وشو تركيبة السلع اللي بنستوردها شو تركيبة السلع اللي احنا اياش بنصدرها اوكي وضحت الصورة اذا هاي من اهم الاشياء اللي احنا لازم نحكي عنها ونفكر فيها في مسألة الانترنشنال بيزنس في مسألة الانترنشنال بيزنس اللي اياش الاعمال الدولية طبعا اللي بتطلع على هذا الشكل الهون زي ما انتم شايفين بانتبه لما بدروس هاي المنحنيات مثلا انو في عندك هون سنت اياش ال2002 شايفين في هبوط في الواردات وفي هبوط في الصادرات التي صار في تحسن في الميزان تجاري هاي السنة اللي صار فيها انتفاضة الاقصى هون صار لواسنة ال2001 هون صارت انتفاضة الاقصى هذا السبب اياش الهبوط في الواردات الواردات والصادرات. انه احنا ملاحظ انه تحسن الميزان التجاري. انا ما بدي يتحسن الميزان التجاري ويكون على حساب انخفاض الصادرات والواردات. لا احنا بنا يتحسن الميزان التجاري بس يكون شو صار في تبادل. هاي تطلع لفوق. وهي تنزل لتحت. شو يعني? يعني الامبورت تنزل. والاكسبورت شو يصير فيها? تطلع. تزيد صادراتنا وايش? ووارداتنا. وخاصة زي ما حكينا. الاصل انه احنا نفكر شو اللي بنستورده هل اللي بنستورد مواد خام ولا بنستورد منتجات تامة الصناعة هل احنا بنصدر مواد خام ولا مواد نصف مصنعة ولا مواد تامة التصنيعة هل اللي بنستورده يتوفر له بديل في السوق المحلي ولا لا يتوفر هل اللي احنا بنستورده يا سلع أساسية ولا سلع كمالية سلع أساسية ولا سلع كمالية طيب صلوا عن نبيه اللهم صلي وسلم وبرك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم الله يعطيكم العافية عطينا نظرة سريعة حول الميزان التجاري حول الميزان التجاري بارك الله فيكم وشكر الله لكم حسن استماعكم